حلو هذا الموضوع دائما نتشرف بحضور سيدة صحراوي سليمة وهي طبيبة منصقة بالمؤسسة العمومية لسحة الجوارية بوزر ريعة بالعاصمة أهلا بك سيدة سليمة مرحبا أهلا بك إذن شكرا لك أنت على الحضور سيدة سليمة نتحدث عن نقطة اليوم ربما من مدة طويلة ونحن نتحدث عن مشكلة الحصبة والبوحمرون اليوم تخوف الأكبر هو الانتقال من ولاية لأخرى لحظة من الوادي بدأت الارتفاع واليوم والصعود تقريبا اليوم هناك حديث حتى أنه وصل إلى العاصمة ما مدى صحة ذلك؟ يقدر يتنقل هو شوفه فيروس جدو معدي يقدر يتنقل للناس راه تسافر وتمشي تسا ما لزمش يكون هنا لتتخوف بسك هذا يا مرض فيروس يعني نقدر نتحكم فيه بغلا باكسيناسيون دونك ما لزمش يكون هنا لك يعني تخوف ورح يمشي المرض منه ولا منه شوفه اللي يكون باكسيني ما يخافش اللي يكون عنده تلقيح والتطعيم ضد البوحمرون ما يخافش عليه رغم حمي دونك وممكن يتنقل طرق تنقل هذا الفيروس بدأت البوحمرون أو حسب الأنمانية كبالي البوحمرون هو فيروس موجود يكون موجود في المخاططة الموجود في الأنف والفم الأخشية المخاطية اللي تكون فيما وين يتمركز يقعد الماء ويبدأ يتكاثر بشكل سريع حتى يمشي كامل الجسم يوصل للجلد والجهاز التنفسي لازم يعرفوا المواطن يعني يعرف بهذا الفيروس يعدي في الربع أيام قبل ما يبدأ الطفح الجلدي وربع أيام أبخي هذيك للمدة 8-10 أيام هذيك لازم تماوين تكون لعدوى شديدة الفيروس هذا يعدي عن طريق الهواء يعني الإنسان هذا كيف أشي يكون مصاب بالبوحمرون التنفس دياله هذا الرذاذ اللي خرجوا من اللعاب هذا اللي يتطاير قطرات اللعاب اللي تتطاير يكون يهدر ولا يكون يتنفس ممكن هذا اللي تعدي المحيط اللي داير به ويقولوا الطفل اللي يكون مصاب يقدر يعدي 90% المحيطين به اللي يكونوا منو فاكسينيين اللي يكونوا غير ملقحين دونك الخطر يكمن في اللي زنفان موان دو 11 موا اللي يكونوا غير ملقحين في الكالوانضغي فاكسينال تعنا دركا البوحمرون بكري كنا نديرو في 19 شهر و 18 شهر دركا عدنا نديرو لأغواء يغلوغوخ في 11 شهر والإعادة اللي تكون في 18 شهر دونك هذيك الأطفال أكثر عرضة يعني باش يكونوا يصيبهم هذي المرض البوحمرون يكون يعني مضاعفة التاعولي تكون خطيرة اليوم واصلي سيدة سلمح تنتقل إلى نقطة البالغين بالنسبة للإصابة بهذه المرض هو يقدر يصيب الأطفال كما يصيب البالغين يكونوا نانفاكسيني في حياتهم دونك هذا ما كان لو كان إنسان مفايد يكون ملقح التلقى تطعيم ضد البوحمرون ما يمردش بالبوحمرون دونك هذو كل ناس دونك هنوش نازمنا؟ لازم الاجتناب دونك المرض روا هنا في الوباء روا هنا روا في الواد روا في التجورت روا ممكن ناس تنقلوا راه يجي العطلة على أبواب العطلة ناس يتنقلوا يتوسعوا اجتناب يعني الناس اللي يكونوا عندهم مرض هذا مذها쁜هم يقعدون في الدار كما ليكسين سواف المسيد في المدرسة ميروحوش للمدرسة بش يعدي الزملاء د쪽에 سواف الحي ميلعبش برة يقعد في البيت مافي في البيت نفسه لازم تكون طرق الوقاية يعني استعمال أدوات تكون خاصة به من شافة ولا عند سعال ولا كمان يديروا له مناديل للطرمة من بعد تهوية البيت تنظيف البيت من طرف الأم نعفو بالفيروس كل فيروس يقعد ساعتين أربعة سويا في الهواء بش يموت لذلك فترة يقدر يعدي فيها قلنا أربع أيام أظن ما يجي لطفح الجلدي بس يبدوا الأعراض بسعال سيلان الأنف تبدأ ألم في الحنجرة حمى تبدأ حمرار العينين وتبدأ إسهال في بعض الأحيان تكون هناك إسهال لك باش يظهر الطفح الجلدي اللي يكون يظهر دايماً في جهة الوجه ومر الأدنين حتى ينتشر إلى جميع أنحاء الجسم وهذاك الطفح الجلدي يقعد ربع أيام إلى خمس أيام من بعد باش يروح هذه الفترة تعلق العدوى اجتناب اللمس كذلك لذلك يلعبون بزيف مع بعضهم لذلك لازم غسل اليدين أشك فا العلم الأولاد ناما شغل هذا الميكروب تعلم بحمراء تعدي أعادات هذه النقطة الأساسية التي أريد النقشة معك سيدة سليمة لازم نعفو ذقافة غسل اليدين لازم العلم أطفالنا دائماً لا يكون المرض نضع غسل وما يديرش يقدر يمسي الأسطح تكون ملوثة ويدير يده في أنفه ولا في فمه ثم ينقل الفيروس مباشرة نظرك إحنا وش نقوله النظافة ثم النظافة لازم تكون هناك نظافة المحيط كذلك نظافة المكان يراه يعيش فيه نظافة الجسم التغذية الصحية بس دي ما لكون الناس اللي عندهم نقصوا فيتامين A ولما النتريسون هذك اللي شد فيهم المرض أكثر إنسان إذا كانت عنه مناعة يكون عنده تغذية مليحة ما كان يمرض ما يمرضش بحاجة خطيرة ما يديرش مضاعفات يجيه يعني بحمرون عادي ويروح عادي دونك هذا هي لازم نركزه على هذه الوقاية والناس ما تسلمش على بعضها ومدى بهم كيكون عندهم إنسان مريض يقعد في الدار مدى به يقعد حتى كي يبرى إن شاء الله وباش يخرج يعني يروح يزور ولا لتجنب هذه العدوى يعني والتنقل هذا يا من من ولاية إلى أخرى أنا أركز مرة أخرى وأعود إلى الحديث أكثر عن هذه النقطة التي أثرتها سيدة سليمة المتعلقة بثقافة النظافة عند الجزائري وليس فقط النظافة حتى السلوكيات التي ربما تحميه من الفيروسات أي فيروس كان لاحظوا أن خاصة الأمهات اليوم تشتكين أكثر شيء من دول الحضانة والمدارس التي خاصة دول الحضانة لأن الطفل ربما في هذه السلطة يكون فيه اكتداد وكذا يكسنه صغيرا عن مو ومنعته كذلك قليلة اليوم ما الذي يحصل في دول الحضانة حتى أن الأمهات تنتقل بشكل كبير على مستوها في دول الحضانة سيديفيسي بس أطفال يكونوا صغر بزاف ما يتعلموش يعني ما يكونواش عرفوهم عندوش ثلث سنين عربع سنين ثني سنين ما راهوش ما يعرفش وش نموغسل اليدين لازم نعودوه تعويض ولازم ممن يعني المنشطات تكونوا تقري فيه ولا ثم تعلموا لهم جيبها لهم بأغنيات جيبها لهم يعني ببساطة ضرارة يحبوا هذه الأشياء هذه باللعبة باللعبة يقول لي وهم كيفاش الإنسان يغسل اليد كيفاش يمس حاجة قبل ما يجي يأكل قبل ما يجي واللمس الأصحاب والسلام على الأصحاب دائما احنا عدنا ثلاثة ثقافات على الكبار نسموه على البيبي توجوه وكون إنسان مريض بلا قريب ولا مريض بأي مرض وحد آخر والفيروس على بك يعدي فاسي المون لهذا كيفو تجنب هذه الأشياء كامل لازم نعاودو الثقافة تعنات طريقة العدوى لازم نعفو طريقة العدوى باش إنسان يتجنبها وكذلك نقطة متعلقة بأنه ابنك عندما يكون مريض متبعتش للمدرسة أو وقوف يعني الصهر على هذه النقطة لأنه في كثير من الأحيان لاحظوا أنه الأولياء أحيانا لا وعي يعني لا يدركون متى انتهى مرضت ابنه ويقول له يحس باللي راه بخير لكن لا يدرك أنه ممكن أن يؤثر على أطفال آخرين هذه يعني دور طبيب المعانج هو اللي يمد النصائح كما هذه هي دوركايا كي تقدم لعن الطبيب ديالو لبجاتخ ولا طبيب العام ديالو اللي يكون يعالج فيه هو ينصحه وقال ولا لازم ربع يام مقبل ولا خمس يام وبعد أبخي المرض ما لازمش تخرج تبديها يزور ما لازمش الناس أوسي تجي تزوره باش تنقل المرض ما لازمش احتكاك مع أطفال واحدة أخرين ما لازمش احتكاك مع أطفال مع الرضع اللي يكونوا في الدار ولا الناس البالغين يعني الشيوخ ولا الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة هذا هي ثقافة يعني فينا كم لازمنا التحسيس سمتوما يعني كإعلام احنا كأطباء يعني لازم الكل يعني جمع ويدير يعني هذا اليوم أكبر تخوف بالنسبة لكم سيدة سليمة على مستوى المركز الصحية كذلك في التعامل مع بعض الحالات هل هناك حالات مشابهة لبعض مثلا نعود من لف البحمرون يعني تتشابه فيما بينها وتخلي البعض الشك لأنه الشك في أنه وصل البحمرون بالعاصمة أنه هناك بعض الأشخاص الذين تم إيصالهم لمصالح المستشفيات وشكوا أنه مريض بالبحمرون وهو أمر لا يمكن للطبيب أن يحدده فقط معاهد يعني والمخابر هي كاين البحمرون نشبه الحسبة الألمانية شوفي نفس الأعراض نفس الإيريبسيون كاين برك الطبيب اللي يقدر يدير بين المرض الحسبة الألمانية والحسبة يعني البحمرون يعني البحمرون طبيب نفسه وحده يعرف يدير لديفيرانس بسكي يدي السين كما يقولون باتوغنومونيك للبحمرون هو ظهور على دتاش بلانشاتخ داخل لاجو داخل الخلد اللي يتكون نسموها لسين دي كوبليك اللي هي تكون مختصة بالمرضة البحمرون رهي شائعة فدليامات لغيبيول كاين كاين دي كاين غيبيول دونك هي لسيغولوجي واحدها اللي تبين دي لدياقنستيك دو السختتود يعني باش نقولو باللي هدايا نتأكدو من اللي بوحمرون ولا حسبة ألمانية غيبيول نك ملزمش يكون هناك تخوف احنا موجودين الواقصة موجود اللي يتخ لازم اللي علينا هذي اللي يسمعون فينا ولا ولا ديك ماهوش فاكسيني يجي يدير الفاكسين اللي بلو نرمال من دين دومان الفاكسين موجود وآمن وفعال وما فيش بزاق ماليزة في سوغندير أبار تكون حمى خفيفة ولا تكون ألم في الموضع الحقنا ولا يكون دي كورباتور يعني ألم في العضلات هذا مكان دوك إنسان لما رهوش ملقح يجي يدير تلقيح ديالو هنيا هذا هو الصح منصقة بالمؤسسة العمومية للسحة الجوارية وبوزريعة بالعاصمة جزيلا شكرا لك على الحضور اليوم وعلى كل التوضيحات التي قدمتها شكرا لك سيدتي الكريمة شكرا لك شكرا لك